بطبيعة الحال عندما أقول للعدو نحن سنكون حذرين ونستيقظين وجاهزين يعني أنا أحذره من أي خطوة خاطئة اتجاه لبنان خلال مرحلة المنابرة أي تفكير خاطئ اتجاه لبنان أي خطوة ستكون مغامرة من قبل العدو أي محاولة للمس بقواعد الاشتباك أي استهداف أمني أو عسكري قد يفكر العدو أن يلجأ إليه في ظل هذه المناورات الكبرى وبظنه أننا سنكون خائفين أو قلقين أو متربصين أو سنعمل إحسابات كثير في رد على عدوانه هو مشتبه في هذا الظل نحن لن نتسامح ولن نتساهل على الإطلاق مع أي خطأ مع أي تجاوز مع أي حركة عدوانية من قبل العدو الإسرائيلي على كامل الأراضي اللبنانية سواء كانت أمنية أو كانت عسكري هذا يجب أن يفهمه العدو وأنا أحب أن أوجه له هذه الرسالة الواضحة اليوم في يوم القدس العالم